مباشرةً إلى تحليل مباريات اليوم يعني اليوم عدنا أربع مباريات وعلى وصفك مليان أهداف الكاميرون صار بيها في المجموعة الجي ثلاثة ثلاثة طبعاً هذه المباراة مجنونة نعم يعني بكل معنى الكلمة لأنه الفريقين دخلوا لهذه المباراة نعم وما في بالهم يجب أن يفوز فريق على الآخر نعم لأنه أتوا من اثنين واحد خسران مع السويسرا والآخر خسران مع البرازيل مع البرازيل اللي هم الصربي وبالنتيجة خلي نلعب كرة مفتوحة يمكن أن نتكلم أنت أنا وياك ممكن أن نشاهد المباراة الفريق الكوري الصربي كان كان هم أخذ المباراة بيدي المباراة سهلة بالنسبة له وصلت النتيجة إلى ثلاثة واحد ثلاثة واحد من أنت فائزة ثلاثة كل اللي عليك بعد ما تلعب كرة قدم مفتوحة تحافظ على نتيجة المباراة حتى تكسب ثلاثة نقار وما باقي يعني باقي نصف شرط مو كثير يعني بالنتيجة أنا الشيء يعني أنا مو منعاتي كمحلل سواء في كل القنوات مو منعاتي أنه أتكلم بشيء سيء على أي مدرب من مدربين الدوري أو مدربين العالم في أي بطولة لكن شيفته المدرب الصربي يعني كأنه مو هو قائد على دكة الاحتياط وحرك فريق لهذا يريد يحافظ على نتيجة المباراة الهدف اللي يسجل اللي طبعا بعدنا بالمباراة يمكن مدرب الفريق الكاميروني زج باثنين لاعبين غيروا نتيجة المباراة اللي منهم أبو بكر اللي سجل الهدف وصنع الهدف الثاني وهسا إحنا راح المرعب سمعنا مع أبو بكر هسا رونالدو هم سجل الهدف قدمت لبرتغال واحد متوقعين أنا وكل نعم اي فيمكن نحن اليوم مع نهاية هاي الدور يعني يكونوا من كل الفرق شلع به مباراتين وبقط المبارات نعم الأخريات اللي تلعب تجري بنفس التوقيت الوقت اللي يبكري من يوم ألمانيا والنمسي على الجزائر لليوم صارت بنفس التوقيت اللي هي بكرة بس يهم ما تفيد راح نسولف على المبارات اللي هي بكرة نعم أوكي الان اليوم ختموا دورين نعم من دور المجموعة جولتين من الدور الأول على وفق التعبيرات بالنتيجة نعم فرنسا ضمنت برازيل برازيل ضمنت واليوم إذا بقت النتيجة 1-0 برطغال متقدمين يكونون دول الوحيدين اللي يضمنوا والبطاقات الثانية كلها متاحة للجميع إلا قطر إلا قطر معلسف 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 على حسن التنظيم يعني شسر ابن الجمهور يعني خلاص هذا كرة القديمة نعم شكرا